أيضا من المدافعين الأسماءهم مطروحة جدا على طاولة النادي الأهلي أحمد ياسين مدافع البنك الأهلي رغم أنه كان بعيد عن الأسماء المرشحة لانضمام للفريق في يناير ده قبل غلق باب القيد لكنه دخل الصورة بشكل قوي جدا لأهلي كان فكر في محمد سمير مدافع المقولين بناء على رغبة موسيماني وفكر أيضا في علي الفيل مدافع طلاع الجيش اللي اتنين تم صرف النظر عنهم وبالتالي الأهلي دقتي باصص لمحمد عبد المنعم وباصص فقط لحمد ياسين لو هيشتريه من البنك الأهلي ده الوضع بالنسبة لمفاوضات الأهلي مع المدافعين في الفترة الأخيرة طيب